السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد أحبائي على قناتكم تعلم إنجليزي مع grammar ro إذا كنت أول مرة تشاهد قناتي على اليوتيوب فمن فضلك اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس وكذلك اضغط على زر like لتبدأ الفيديو في هذا الفيديو إن شاء الله سنتطرق إلى خطأ كبير وقع فيه مجموعة من الإخوان وكذلك وجدت بعض الكومنتيرات التي تقول لي بأن النتائج التي ستظهر في هذه الأيام المقبلة إن شاء الله أنها لن تظهر حتى 6 يونيو حتى السادس من يونيو وليس السادس من ماي ولهذا في هذا الفيديو جئت لأرد على هؤلاء الأشخاص بالدليل والبرهان وأننا سندخل إلى الموقع الرسمي للهجرة الأمريكية سندخل إلى الموقع الرسمي واللي هو divprogram.state.gov هو لنرى بأم عيوننا وقت إن شاء الله وقت عرض النتائج إن شاء الله وكما قلت لكم أنني سأقوم بالدخول إلى موقع جوجل فقط من الهاتف لأن الحاسوب في حالة جد جد مزرية والمشكلة في هذا الفيديو أننا سنصلح يعني سنصلح أفكار بعض المنخرطين في هذه القرعة وهو هل نتائج القرعة حقا يوم 6 مايو أم 6 يونيو وهذا شيء شيء مهم وكذلك سنتعرف في هذا الفيديو كذلك على كيف يمكنك التحقق بالنتيجة هل أنت فائز أم لا إن شاء الله والآن سنقوم بالتحقق يعني من طاريخ ظهور نتائج قرعة أمريكا 2021 يعني اللي تقيتوا فيها في 2020 في 2020 وقد دخلوا على هذا الرابط غتلقوها في صندوق الوصف مباشرة سنقوم بإديكم لهذه البلاصة هذه يعني لهذه النفيدة هذه واللي هو dvprogram.state.gov كذلك سنقرر لكم اللغة الإنجليزية وكذلك سنشرح لكم بالعربية حتى يتضح لكم الأمر وتعرفوا ما قالت لكم يعني شنو قال لكم لوسيد على نتائج قرعة 2021 قال لك 2022 Intrant Status Check أنا سنشرح لكم بالعربية سنقرر لكم بالإنجليزية ونشرح لكم بالعربية قل لك الناس الأشخاص الذين شاركوا يعني في القرعة في القرعة وبغاوا يتأكدوا بغاوا يتأكدوا من الفوز أو لا يعني النجاح ديالهم أو لا الروصف ديالهم في القرعة فيدخلوا المعلومة التأكيدية وياخدوا المعلومة التأكيدية ديالهم نهار 8 ماي 2021 نهار 8 ماي 2021 يعني في الوقتة ديال الظهر بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية يعني لابغا تتأكد نهار 8 ماي إن شاء الله بتوقيت الظهر يعني بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية غادي تهبط لتحتها وغادي تبرك على وغادي وغادي ندخل وغادي نوريكم كيفاش إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش تدخلوا وتأكدوا من الرسالة إن شاء الله نكمل القراءة ديالنا وقال لك قال لك قال لك يعني التجال كان في الوقتة ديال 7 أكتوبر 2020 and closes on November 10 2020 يعني وانتهى نهار 10 نوفمبر 2020 وانتبهوا معي لهذا الشيء اللي غادي نقرأ دابا رأى مهم مهم بزاف وما رك يقول لكم قال لكم ديال 2022 يعني diversity visa هذه ديال يعني diversity visa 2022 entrance يعني الملخرطين في هذه الفيزا قال لك يجيبوا عليهم الحفاظ على الرقم التأكيدي confirmation number until حتى at least على الأقل September 30 حتى 30 شو تنبير 2022 وعشرين خصواتكم تبقى محافظين على confirmation number حتى 30 سبتمبر 2022 يعني من دابا من شهر خمسة حتى شهر تسعودي 2022 خصواتكم تبقى محافظين على confirmation number محافظين أما الآن سوف نحاول أننا نتعرف على الطريقة لكي نرى رصنا ما نجحين أو لا ما نجحين لكي نتمنى الجميع النجاح إن شاء الله في نفس النفيدة سنضغط على check statue check statue يعني هذه الآيقونة الزرقة اللي كتبا قبلتكم دابا info ستبركوا عليها ستدوزكم لهذه النفيدة اللي ستبال لكم دابا واللي فيها welcome ومن تحت مننا entrance statue check instructions ستبركوا على آيقونة continue continue أتمم مباشرة ستبركوا على continue ستديكم لهذه النفيدة في الأول ستدر confirmation number confirmation number وكي بدأ بعشرين واحد وعشرين إذا كنت يعني من إفريقيا ستكون af وكمالة ومن تحت ستكتب last family name يعني الكنية النسب ستكتب النسب ليس الاسم النسب ما قلنا فالخانة الثانية نكتبه النسب الخانة الأولى نكتبه confirmation number والخانة الثانية نكتبه final name يعني النسب لدينا نكتبه النسب لدينا وكان هبطو على الثاني تحت على الثاني كنكتبه السنة التي تزاد فيها يعني 1992 1992 1994 1980 على حسب كل واحد والسنة التي تزاد فيها ومن تحت تلقى الحروف والأرقام التأكيدية تكتبوها ملتحت بحراء تأكدوا لزام الانفرماسيون لكم وملتحت ستجدوا 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 مباشرة في الرسالة يا إما ربح يا إما خسر يا إما نجحتي يا إما ما نجحتيش سنرى الرسائل التي نقدرون نحصل عليها أولا إلا خرجت لك هذه الرسالة هذه بعد ما تبعتي الخطوة التي قلت لك وخرجت لك هذه الرسالة هذه بهذه الواجهة هذه ولقيت has not been selected فهي أخي يعتذر منك وراك ما تختارتيش في القرعة دي 2021 التي تقيت فيها في 2020 وكنت من التوفيق يعني في شيء حاجة أخرى حسن من هذه واللي تعود لعام جاي إن شاء الله في القرعة اللي سوف يوفقك من الأحسن إن شاء الله ومعرفتي الخير فين كاين الإنسان يدر الأمل في الله وربي هو اللي يكمل الأمور هو اللي يبدل الأوضاع هو اللي يبدل الأقطار أما إذا خرجت لك هذه الرسالة التي تظهر لك دابة يا أخي بحالها تشكل هذا رأك يعلمك بأنك رأك ربحتي في القرعة وتختارتي من ديم مئات الأشخاص ومبروك عليك ومور هذه تدوز الخطوة مل استمارات دائس مئات وستين اللي ديما نصحكم أنكم تعمرها بوحد تأني وإذا ما تعرف تعمر عن شي مستبع هو اللي عمر ها لك وبشوية بشوية تتعمر الرسك رأي سهلة ولكن تعطي الوقت الكافي كل نهار واحد ساعة ونص وبقى تعاود المعلومات وتفريفيهم حيث إذا تخطأ في شي حاجة ستضح في شي لا يحمد عقباء وخص تتخطأ مع السيبور كينتاكي وفتح لك بحراء تصلح الغلط وما عندك من هات شي اللي غير عمر دائس مئتين وستين عمر بتأني وما يكذب متى شي حاجة وكنتمنى لأي واحد التوفيق وشكرا حيث كمتي الفيديو حتى التالي كانتمنى نكون رسخنا الفكرة ديال نتائج القرعة لما بقت لها القليل بقت لها سبع يام ان شاء الله يوفق الجامع ويسمعكم خبار الخير وكنتمنى من الله اي واحد يشوف هذا الفيديو من انه ينجح ويوفق الله ويسر في المسيرة دياله ويمشي في الضفة الاخرى ويصوف راسه ويصوف امم يمتوع عائلتون شافوا تالله فرسكم وبسلام عليكم